الكلمة الأولى كنا نحضر محاضرة لواحد من أقطاب علماء المالكية في تونس الشيخ الفاضل بن عشور ابن الشيخ الطهى المفسر وكان آنذاك يشغل منصب الإفتاء وعرف الإفتاء وقضية الإفتاء إلى أحد أنه خجل على نفسه فقال أنا لست مفتيا بالمعيار الذي قدمته لكم وإنما مفتي جمهوريا ليفصل بين تعجبنا لما كنا نستمع أعرفنا وأنا أعتز بأن أقول شيخنا سماحة المفتي هو مفت بالحق مفت بالاجتهاد المطلق مفت وهو يكتب الفتاوى على ركبته وفي الطريق وفي السيارة وفي كل مكان هذا هو الإفتاء في الإسلام مستله مستله حضاريا عمليا المرحوظة الثانية درس هذا الكتاب برهان الحق درس لأبناء الشيخ وتلاميذه ومريديه في كل مكان لأنه مدرسة متنقلة حيث ما كان وحيث ما وجد والحمد لله أتاح له الله الفرصة بأن يرحل في جميع البلاد وحيث ما يرحل يحبه الناس وهم لا يعرفون يحبون هذا الرجل علمنا درسا يحدثني أنه يوم الثلثة يعطى شوية راحة فيكتب برهان الحق أنا وأنتم أيضا تتعجبون معي كيف وجد الوقت ليكتب وليهيئ لكتابة خمسة سنجزة أقول هذا هو البعد الحضاري لهذا العمل الوقت هبة من الله تعالى وعرفنا من علمائنا إباضية وغير إباضية لكني أعرف الإباضية أكثر إمامنا قطب الآئمة كتب مياء ستة وثلاثين مؤلف منها تفسير القرآن ثلاثة مرات وكتاب شرح النين سبعتاشر جزء إلى آخره أنت يا أخي الآن لتقرأ هذا تموت ولا تنتهي وهو يكتب على حماره وفي الطريق وفيه كنا بركة الوقت من عند الله تبارك وتعالى شيخنا السالم رحمة الله عليمات صغير السن هو أنتجا ما شاء الله يعني يا أبناء حضاريا شيخنا وإمامنا في العلم يعلمنا أن البركة حيث يبارك المولى تبارك وتعالى وهذا بعد حضاري كبير يجب أن نستقيه من هذا الكتاب وأن يتوكل كل واحد مننا على الله تعالى وأن يجر قلمه بحول الله يسوق له المولى تبارك وتعالى خيرا كثيرا الحضارة أمر يعرفه الناس جميعا ولا يعرفونه هو ما ينتجه الإنسان في علاقته مع عالم الغيب وعالم الشاهدة كل منتوج الإنسان من آدم عليه السلام إلى الآن مع العلاقة وأخونا في الفلسفة بالميتافيزيق والعلاقة بالفيزيق أحنا نسميه الشهادة عالم الشهادة وعالم الغيب ذاك هو حضارة والكتاب بين السطور لا يقول الشيخ أنا أعلم الحضارة ولكن تقرأ بين السطور أنه يرني إلى أن يتحول التوحيد إلى عمل وأنا أقول لكم بتفاعل الشيخ مع المدارس الإسلامية والفلسفية وكل شواهد التي أخذها ثم مع تعايش خاص مع مدرسته نجد خيطا رابطا بين أجزاء هذا الكلام هذا الكتاب في فصوله ومباحثه وكل الترتيبات التي جاءت فيه علمونا من اليوم الأول الإيمان ثلاثة كلمات القاع كلها ستقولها عقيدة في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان هذا ما سعى إليه سماحته شيخنا من بداية الكتاب إلى آخره وأستدل على ذلك من كلامه ليكون حاضرا معنا فيما سماه فذلك فذلك عندنا بالعمية بدون نقطة فذلك معناها مزاح لكن معروف الفذكة في المصطلح اللغوي هي الخلاصة التي تلملئ جنيع ما جاء في الكتاب ليبقى في ذهن القارئ وهذه الفذكة سماها فذكة هذا هو الإيمان بالله عصارة ما جاء في الأجزاء السابقة يبدأ في هذه الفقرة بقوله تعالى ويواصل الكلام ابن عليه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا ابني أما كان حريا بك أن تفتح عينيك على صفحات خلقك ونشرك فتتلو فيها آيات الله المحكمات التي تدعوك إلى الإيمان بالله واعتقاد وحدانيته وتبديد ظلمات طبعك بنور هذا الإيمان النتيجة فتكون موصولا به تعالى في غدوك وآصالك وليلك ونهارك وذكرك وغفلتك ونومك وصحوك ومسرتك ومساءتك ومكرهك ومنشتك ووضع نقط يمكن أن يواصل ما شاء الله إخوة في الله لا أطيل كلامه لا يحتاج إلى تعليق فنحن نقول ونشهد أمام الله تعالى أننا عرفنا هذا الرجل في السراء والذراء وفي المنشط والمكره وتعايشنا معه في مناسبات عديدة فهو يعمل بما كتب وبما يقول وهذا هو التوحيد كما قال أستاذ عزي من قبل الإسلام واحد إن الدين عند الله الإسلام ترجمة نانسي قنقر